بسم الله الرحمن الرحيم النوع الثاني اللي عايزين نتكلم عليه اللي هو اللوب بامب واللوب بامب بتعتبر في شكلها أو في تصميمها اكستيرنال جير بامب يعني فيها تو اكستيرنال دريفن جيرز وبتشتغل بنفس فكرة الاكستيرنال جير بامب بالزبط ولكن هنلاحظ هنا ان هي مش اسنان بالمعنى المعروف لكن هي عبارة عن زي كمات مجموعة من الكمات بتلف ونتيجة الحركة بيبدأ تحميل الزيت بين الاسنان دي أو بين الكمات دي وبتم ضخها في لحظة الالتقاء يعني لما نيجي نشوف هنا هنا بدأت تدور في هذا الاتجاه فبدأ الزيت يدخل بيملى هذه المنطقة ثم مع الحركة الزيت جي هنا ثم مع الالتقاء مرة أخرى بيخرج الزيت أو يضخ خارج البامب فهي نفس الفكرة بالزبط مثل الجير بامب تتميز عن الجير بامب بأن الكمية الزيت اللي بيدمت ضخها بتكون أكبر وكذلك الصوت بتاعها بيكون أقل لأن عملية التعشيق بتكون في عدد أسنان أقل النوع اللي بعد كده ويسمى الفان بامب في الفان بامب أو الطيبس بتاع الفان بامب بتنقسم لنوعين أساسيين Unbalanced Van Bump ودي بتكون Variable Displacement ويه Balanced Van Bump ودي بتكون Fixed Displacement هنفهم الفرق بين النوعين دلوقتي لكن خلينا نتكلم على فكرة العمل بتاعة البامب دي لو إحنا عندنا مثلا قرص مدور كده وجينا في هذا القرص عملنا مجموعة من Sockets holes أو فتحات بهذا الشكل وجينا في هذه الفتحات ركبنا ريش Blades كده وتحت Blades دي فرضا أن في مجموعة أسسات فلو Blades دي في حاجة بتضغط عليها من الخارج فهي هتكون قبلة للدخول والخروج داخل Sockets دي يعني ممكن تبقى في الداخل بالشكل ده وممكن تبقى في الخارج بالشكل ده طيب إيه اللي هيضغط عليها هنحط ديت هنحط القرص ده بالريش بتاعته داخل كامة أو داخل عمود بس هذا العمود داخل فتحة كده هذه الفتحة أو هذا العمود فيه إكسنتريستي فيه لا مركزية بينه وبين العمود اللي جوه يعني لو ده السنتر بتاعه هنا فالكبير ده ممكن السنتر بتاعه هنا طب في الحالة دي هيحصل إيه زي الصورة اللي قدامنا دي نتيجة الدوران بتاع القرص الداخلي هيحصل إن في لحظة ما بيكون السطحين قريبين جدا من بعض وده بيضغط على الريش وبيخليها تدخل في داخل السوكت اللي مخصص لها وفي مرحلة تانية بتكون المسافة بينهم كبيرة فده بيخلي الريش تطلع نتيجة السستة اللي موجودة تحتها فده معناه إن دايماً الريشة هتكون ملاصقة أثناء حركتها للسطح اللي بتلف عليه يعني دايماً الريشة اللي جوه دي هتفضل ملاصقة للسطح اللي بتلف عليه أثناء الابتعاد بين السطحين هنا بيحصل دخول الزيت والريش طبعاً بتبدأ تدف هذا الزيت أو تدفعه في هذا الاتجاه معاها لأن هي ملاصقة للسطح لما بيجي هنا منطقة يبدأ المسافة اللي بينهم مرة تانية فيحصل ضغط أو طرد ليه الزيت اللي موجود بين العمودين دول أو المنطقتين دول ويبدأ الزيت يخرج في هذا الاتجاه طبعاً الريش دي بتسمى فانز ولذلك يسمى هذا النوع الفان بامب في نقطة مهمة جداً إن استخدام السوستة تحت الفانز دي مش شرط أساسي إنه يكون فيه سوستة لأن أحياناً خروج الريشة من السوكت أو خروج الفانز من المكان اللي هي بتبقى موجودة فيه نتيجة الدوران البامب بسرعة عالية فنتيجة القوى المقتردة المركزية اللي بتنشأ بتبدأ الريشة دي تخرج لبرا فتفضل دائماً ملاصقة للسطح الخارجي بدون الحاجة لوجود سوستة الفان بامب بتعتبر فيه قوتين مختلفتين موجودة على العمود بتاعها يعني العمود بالشكل ده لما يكون فيه هنا هنا المدخل كده بتعزيت لما يكون المدخل هنا فيه منطقة سكشن يعني فيه هنا ضغط منخفض وهنا منطقة الطرد فدي منطقة ضغط مرتفع فلما يكون فيه عندك عمود فيه منطقة ضغط عالي وهنا منطقة ضغط منخفض فهيحصل هنا زي عملية فتيج أو هيحصل استرس على هذا العمود أثناء حركته ده بيخلي ان هذه البامب ما تعطينيش ضغط عالي خوفا من تأثير ذلك على العمود ولكن هذا النوع يسمى Unbalanced Van Bump لأن عدم وجود اتزام للضغط على العمود بيخلي فيه مشكلة مشكلة للUnbalanced طيب النوع ده يعتبر Variable Displacement يعني ايه Variable Displacement احنا اتفقنا انه بيبقى فيه كام جوه اللي هي موجود فيها الفانز وفيه أو شافت موجود عليه الفانز وفيه كام برا اللي هي بيدور جواها هذا الشافت وفيه مسافة بين السنتر الخاص بالعمود والسنتر الخاص بالكام طول المسافة دي بتسمى الاكسنترستي والمسافة دي اذا تم تغييرها في هذه الحالة تتغير كمية الكمية المزاحة من البمب وده بيتم اثناء تشغيلها يعني اقدر اغير الاكسنترستي دي اثناء تشغيل البمب ولذلك تسمى هذا النوع Variable Displacement بمب ده السيدي يتم في الUnbalanced بس طب انا عايز اعمل balanced على العمود فلو حبينا نعمل balanced على العمود عشان زي النوع اللي هو balanced van bump هنعمل نخلي الساكشن ليه مدخلين بحيث ان منطقة الدخول يبقى الضغط من فوق زي من تحت ومنطقة الخروج نفس الكلام لها مخرجين فيبقى البرشر من هنا زي البرشر من هنا فيبقى العمود موجود under balanced ولكن في هذا النوع لازم تكون الاكسنترستي سابتة يعني المسافة اي دي مش هننفع نغيرها ولذلك هذا النوع يعتبر fixed disbellishment bump علشان نحسب الدسبلسمنت بتاع الفان bump نقدر نستخدم هذا القانون والقانون ده بيقول ان الفي دي او الدسبلسمنت بتساوي باي على اتنين في DC اللي هي الكام رينج ديامتر في زائد ال D روتور او الروتور ديامتر مضروبة في ال E اللي هي الاكسنترستي اللي هي المسافة between two center of cam ring and روتور center في ال L اللي هو الويتس بتاع الفان لو بصينا للاجزاء هنا نمرأ واحد هنا الفان نمرأ اتنين هنا ده بيسمى الكام الروتور نمرأ تلاتة هو ده الكام رينج ونمرأ اربعة هنا الانلت اما نمرأ خمسة فهي الفراغ او المكان اللي بيتم حمل فيه الزيت اللي هو المناطق ونمرأ 6 اللي هي منطقة الخروج